ذكر مصدر عسكري أن المعارك أسفرت عن 12 قتيلا وأكثر من 20 جريحا بين الجانبين في المعارك المستمرة منذ فجر الاثنين بين الجيش وميليشيات الحوثي طرف إيران في اليمن وقال المصدر أن الجيش نفذ بإسناد من قبائل مراد هجوما واسعا في جبهة رحبة جنوب مأرب وتمكن من استعادة سلسلة جبال حمراء قريضة وجبل الخرابة وقرية الأوشال وجبل رحوم وعزلتي آل حم والنقوم وأضاف أن الجيش والقبيلتين سيطروا على مواقع مطلة على سوق منطقة نجد المجمعة ويوصلون التقدم باتجاه المنطقة الاستراتيجية وأشار إلى أن تلك القوات حققت تقدما موازيا في جبهة المخدرة غرب مأرب حيث هاجمت مقاتلي الميليشيات الحوثية بمحاذاة منطقة نجد العتق التابعة لمديرية نهم شرق العاصمة صنعاء وسيطرت على مواقع كانت تتمركز فيها الميليشيات الإنقلابية اشتركوا في القناة